زرقان اطراف الطفل حديث الولادة الحالة دي بنشوفها كتير جدا في الاطفال اللي لسه مولودة الحالة دي حالة طبيعية مؤقتة مش مرضية بتقعد حوالي ساعات وبعدين بتختفي كمان ممكن نشوفه في الاطفال الكبار شوية في الجو السقعة تلاقي ايديه ورجليه مزرقين زائد ان هم بردين حلها ان احنا بندفي ايد ورجل الطفل طب يا دكتور احنا خايفين ليكون الزرقان ده حاجة مرضية الناس بتقول ده يكون حاجة في القلب او يكون مشكلة في الرئة ولا التنفس صح نفرق الموضوع ده عن الزرقان المرضي ان الطفل اللي عنده زرقان مرضي او نقص اكسجين في الدم بتبقى شفيف ومزرقة وبتبقى بيبقى لسانه مزرقة وعنده بقى مشاكل تانية دي الحاجة اللي هتفرق ان الطفل المريض من الطفل الغير مريض شكرا اشتركوا في القناة